اشتركوا في القناة مع الدكتور الفاضل دكتور مشعل اهلا دكتور مشعل حياك الله وياه مرحبا فيك المستمعين كلهم اجمعين وطلبتنا وحبايبنا في البداية دكتور مشعل بعد ابنك ممكن تعرفنا عن نفسك طيب معكم الدكتور مشعل المبيض انا استشاري جلدية وتجميل خريج طبعا كلية الطب اللي هو جامعة ملك فيصل في الدمام كانت وعملت اللي هو تخصص الجلدية في فرنسا في باريس في جامعة باريس 6 وانتهيت وبعدين عملت اللي هو تخصص دقيق في جلدية الاطفال من جامعة لوزان في سويسرا والآن حاليا نشتغل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص كاستشاري يعني متفرق ووزان ما شاء الله دكتور طيب دكتور اليوم عنوان حلقتنا عن البورد الفرنسي مثل ما ذكرتلك فبداية نحن بريد نعرف نبذى عن البورد الفرنسي من ناحية عدد الأقسام وثنوات الدراسة في البورد الفرنسي تمام طبعا شوف لو جينا نتكلم تاريخيا عن البورد الفرنسي هو موجود من زمان وكان يعني من تقريبا أكثر من 25 سنة في بعض الدكاترة تخصصوا فيها بس كان لتخصصات معينة في سنة 2007-2008 وزارة التعليم العالي عملت اللي هو اتفاقية ما بين وزارة التعليم والمستشفيات في فرنسا كاملة فكانت ميزة الاتفاقية هذه أنه الطلب السعوديين يعني يأخذون اللي هو البورد الفرنسي ويحصلون على الشهادة الفرنسية كأنهم مقيمين في فرنسا فكان التدريب فيه جدا ممتاز لأن يعاملونك زي ما يعاملون أي متدرب رسمي في فرنسا كان قبل اتفاقية هذه كانوا أغلب الناس يروحون كأوبزيربرشب أو في عندهم فرنسا عندهم الدبلومات الدبلوم اللي هي سنة وحدة كأنها أوبزيربرشب يكون فيها مرات أشياء تقنية لكن ما تعادل طبعا بورد ولا تعادل اللي هو شهادة زمالة فبعد الاتفاقية هذه صار المتدرب أو الطالب السعودي يأخذ فرصته كأنه متدرب فرنسي بحيث أنه على نهاية اللي هو البورد يحصل على الشهادة الأصلية اللي يسمونها دي او اس دي اي اس طبعا دي او اس هذا بالفرنسي يكون تعادل اللي هي البورد الامريكي والبورد البريطاني او البورد الكندي تقريبا توازي وميسته انه 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 يكون فيها التدريب كامل فهذه بدأت في تقريبا 2007 اه وانا يعني الحمد لله بديت البورد في 2008 اه كان من اول الناس اللي بدينا في الاتفاقية هذه ما شاء الله دكتور طيب بالنسبة دكتور لخطوات التقديم الى القبول بالنسبة للبورد الفرنسي ممكن تشرح لنا هي طيب اشوف كانت طبعا يعني اللي اذكرون انت تعرف من الدفعات الاولى لكن الان بعد ما يعني تطورت الاتفاقية وصارت مرتبة افضل اللي يعرفون انك لازم تقدم اللي هو اوراقك الملحقية الثقافية في السفارة الفرنسية ينزلوا اللي هو اعلان والاعلان هذا كل المتدربين يبدوا يقدموا عليه ثم بعدين بعد شهر شهرين تفرز الاوراق تروح للكوردينيتر اللي موجود في فرنسا طبعا لكل سبيشاليتي فيها واحد كوردينيتر بروفيسور فرنسي هو المسؤول عن انه يراجع اللي هو السي بيز ويبدأ يعملون مقابلات للناس اللي حيش يقبلوا او يروح يتدربوا في فرنسا فالخطة الاولى اللي هو انه الواحد يكلم السفارة الفرنسية في الرياض اللي هو الملحق الثقافي والان حطه واحد موظف خاص فقط للطلب السعوديين بحيث انه هو اللي ياخدهم ويعمل التواصل معهم ويبدأ ياخد اوراقهم المتطلبات وصارت الامور الان يعني منظمة اسهل وافضل طيب دكتور ايش هي الان انا كطالب طب يعني مثلا اكون ناوي على البوردر الفرنسي بالنسبة لي ايش المتطلبات للقبول والاختبارات المطلوبة وايضا موضوع اللغة بحكم انه يعني فرنسا عندهم لغة فرنسية هل في اختبار لغة وهل في ثنة دراسة لغة انه وجدت طبعا خالينا نتكلم يمكن يمكن هذا السؤال حيجي مستقبل انه كيف فرصة زيادة القبول لانه الان بدأوا الناس يقدموا على البورد الفرنسي كثيرين فانت كيف يعني تزيد بفرص قبولك اول حاجة طبعا اللي هو اذا كنت تدرس في السعودية قبل ما تروح تدرس لغة فهذا يعطونك بونس انه انت يكون لك الاولوية في انك تقبل وبالتالي اصلا لما تقبل انت رح تدرس هناك اللي هو اللغة الفرنسية في اختبار سامونا الدلف الدلف هو نفسه ما يعادل الايلس او التوفل توصل الى الى لفل معين هما يعني محددين الجامعات بحيث انك تستطيع انك تتكلم وتكتب اللغة الفرنسية هذا المتطلب فانت لما تكون انت درست مبدئيا في السعودية فهذا يعطيك الميزة انك انت تقبل شيء الاخر في التخصص اللي بتروح له الان اشترطوا انك تعمل سنة يعني بتروح في الجراحة او في الاطفال او في اي تخصص حتى الجلدية الافضل انك تعمل اللي هو سنة فيه سيربس فهذه واحدة من المتطلبات القبول اللي يقبلوهم فاللغة لو كان عندك مبدئيا قبل لا تروح بتزيد فرص قبولك والشيء الاخر انه بتصير دراسة اللغة لما تروح تصير افضل لنشوف اللغة الفرنسية من اصعب اللغات اللغة جميلة ولو اتقنتها وعرفتها حتستمتع فيها لكنه يحتاج انك تضبطها لانه انت مستقبلي لما تروح تدرس في فرنسا رح يكون كلامك مع والمرضى كله بالفرنسي يعني مع النادر مثل يناس يتكلمون باللغة الإنجليزية زي اي بلد يعني لو انت في السعودية تحتاج تتكلم اللغة العربية عشان تبدأ تتفهم مع المرضى وكذلك مثلا في ألمانيا او في كندا تحتاج تتكلم لغة البلد حتى اول حاجة تتفهم مع المرضى الشيء الثاني تتقن التخصص لانه الديسكشن عادة والراوند والاشياء هذه كلها تكون بالفرنسي فلازم تكون متقن للغة وهذه متطلب أساسي وأنصح كل واحد يروح في فرنسا انه لازم يكون متقن هي مش صعبة لغة اقتساب جميلة لكنه للأسف بعض الناس مثلا يقولوا لهم لا أهم شيء تعرف تتكلم كم جملة وتروح لا هذا كلام ليس صحيح لازم تتكلم اللغة كثر ما كنت في اللغة قوي كل مكان تحصيلك والانتراكشن مع الدكاترا والمرضى أفضل فهذه تقريبا المتطلبات اللي أنت تحتاجها طيب دكتور حابين يعرف كيف كانت طبيعة الحياة في فرنسا والله هذا السؤال جميل بس أنه زي ما تعرف هو يختلف من بلد البلد يعني أنا تدرك في باريس باريس شوي فيها صعوبة في إيجاد السكن وسعره وزحمة المدينة غير لما تكون مثلا في اللي هو المناطق الغير رئيسية في فرنسا لكن عموما هي تعتبر غربة زي هاي بلد هو الإشكالية في فرنسا أنه الواحد لما يروح لا يعرف يتكلم لغة البلد فبالتالي يحتاج أنه يكون معه وسيط مش زي لما تروح مثلا كندا وأمريكا لكن يعني مثلا الاتحاق أو التواصل مع الملحقية حيسهلوا عليك يبدوا مثلا يعطوك بعض الأرقام اللي ممكن أنت تتواصل مع الناس اللي يأجروا مثلا لك اللي هو المنزل أو الشقة لأن هناك ما مش الملحقية زي زي وحقية الثانية تعطيك اللي هو البدل وانت تدور اللي هو المنزل اللي يناسبك في أي منطقة تحتاجها فيحتاج طبعا أكيد قبلها تروح في فترة وأنصح دائما يعني إخواني الطالب أنهم بيروح ويشوفوا أحد هناك يعطيه الإكسبرينس مثلا من أي مكاتب يأجر وكيف الطريقة وإيش أفضل الأحياء اللي يستأجروا فيها تعرف واحد ما يعرف زي لو أنا حين لو نقلت تتخيل من مثلا أنا في الدمام لو جيت أنقل الرياض أو جدة رح أكيد أسأل وش الأحياء اللي أسأله فما بالك إذا كانت في دولة غريبة ما نعرف عنها فالواحد يحتاج أنه يسأل زملاء اللي قبله فتعتبر هذه كويس وحنا دائما استفدنا من اللي قبلنا وفدنا اللي بعدنا فهذه نقطة النقطة الثانية طبعا لازم أن تتضبط اللي هو ميزانيتك تصرف على اللي هو قد الراتب اللي يعطورك فهذه نقطة جدا مهمة الحياة حلوة الحياة جميلة تحتاج أنه تتأقلم مع البلد الفرنسيين يقدرون من أن تتكلم لغتهم فلما تتكلم أنت لغتهم رح تدخل فيهم وتتعرف عليهم طبعا هم زيهم زي الشعب الأوروبي يظل بينك وبينهم حاجز يعني ما حتدخل فيهم زي أخوان العرب لكن أقل شيء يكون بينك وبينهم احترام متبادل في التعامل وفي المستشفيات رح يكونوا الناس خاصة الأطباء في ناس يساعدونك جدا يعني يعني أنا أنا تفاجأت أن رؤساء الأقسام على أنه بروفسور وتلقاه ونون مثلا في أوروبا إلا أنه جدا متواضع وممكن يساعدك في أي حاجة تبغاها فالحياة جميلة طبعا لكن الواحد ما يحط في باله لما تروح أنت سائع غير لما تروح أنت ساكن فبالتالي يبغالك تعرف كيف تتقضى كيف تنتقل في المواصلات كيف تلاقي أن السكل الكويس مع مين تمشي طبعا أكيد الملحقية دائما هي تشدد على أنه ما تدخل في الخلافات في المظاهرات في الآن والأخير نحن لاحظنا أنه في حاجة فيها نزاع مثلا حزبي والوطني الواحد يبتعد عنه ويحاول أنه يكون سفير وممثل البلدة لأنه هذا شيء جدا ضروري أنت والواحد يركز أنه أنا رايح للبلد لهدف معين أخذ شهادة وأخذ العلم وأخذ الأتيكيود حق البلد وأرجع بشهادتي فهذا أهم حاجة ما يصير مثلا ما يروح مع مثلا ناس مشموهين وهذا توقع ما شاء الله عندنا شبابنا صار عندهم وعي كامل وشوي شوي في كل بلد أو كل مدينة حتى تبدأ تتعرف عليها وعلى مناطق التي تزورها وضروري أن الواحد يعرف أماكن الترفيه الجميلة اللي شوي ينفس عليها وقت الدراسة لأن العمل صراحة يعني ضغط في فرنسا تروح هناك حتى تشتغل ليل ونهار لكن هي فترة كل ما اشتغلت أكثر كل ما تعلمت أكثر كل ما فهمت أكثر وهذا شيء كويس كل ما تخلطت وعرفت في اللغة كويس واحدة من ميزات البورد الفرنسي عن الأوروبي والكندي أن الإكسبوجر جدا يعني أنا شفت حالات في فرنسا ما أراها إلا في الأرتيكلز وأمهات الكتب فعلا كانت يعني جدا وعلى وهذه واحدة من ميزة البورد الفرنسي أنه يعرضك لباثولوجي كثير يعني الباثولوجي أنا أقصد أنه الحالات التي تشوفها تجيك من أوروبا من أفريقيا من أمريكا اللاتينية من البلاد العربية من آسيا فأنت فأنت تقريبا تمر على كل الباثولوجي هذا وهذه فيها متعة وفيها فيها challenge كثيرة أنك أنت تقدر يعني تلم وتحيط بكل الباثولوجي هذا شيء الآخر الميزة الجميلة أنه مجرد ما يثق فيك البروفيسور سيعطيك الشغل وتشتغل فأذكر أنا اشتغلت حالات شوف علي أني جلدية لكن اشتغلت في حالات ما يشتغلها البلاستيك سيرجين وما يشتغلوها كانوا زملاء أنا في كندا وأمريكا يعلموك يعطوك الثقة فتروح تشتغل ولما ترجع تكون كذا صولد في المعلومات وصولد في شغلك تشتغل فيه وهذا واحدة من ميزات اللي هو البورد الفرنسي رائع دكتور وحقيقة طريقة يعني كلامك عن الموضوع أنا بنفسي حمستني طيب نبغى نختم المقابل اليوم بآخر سؤال وإذا تتكلم لنا فيه بالتفصيل هو سؤال سبيسيك شوية طبيعة العمل كطبيب مقين لا جزايا إذا ممكن تحدثنا عن هذا الموضوع طيب طبعا أنا أتكلم لك من خبرتي جلدية وفي طبعا من خبرتي من زملائي اللي كانوا مثلا تعرف أنت جانب ميديكال وسيرجيكال فالميديكال مثلا حنا كنا دوام يبدأ عادة ثمان ونص لأن هناك يبدو شوية متأخرين إلى مثلا الساعة ستة سبعة في اليوم فأنت مثلا تطلع الصباح مع العالم أنت يجوين اللي كان في مثلا راون أو مورنين ريبورد أو تبدأ تشوف الحالات اللي أنت أساين لها وتبدأ طبعا ديسكشين مثلا حنا في الجلدية كان عندنا اللي هو كان عندنا انبايشنت طبعا هذه غريبة يعني تخيل عمنا زي الباطنية فكنا نشوف المرضى المنومين اللي في الجلدية فكنا نشوف هم ونشوف ملفاتهم ونعمل راوند مع البروفيسور ونشوف ايش الأشياء اللي نحن نسويها لهم ونعالجهم وكان كان فيه بعد عندنا يسمون وين دي أدميشن يسمون أوبيتال دجوغ هذا يجون الناس الدكاء المرضى اللي هم ياخذون اللي هو العلاجات البيولوجية أو اللي تحتاج فيقعدوا طول اليوم ويطلعوا زي هزي هنا وين دي سيرجيري فكان أول في البداية حنا أول ما دخلونا البرغرام كنا نقعد في الانبيشن وفي الوبيتال دجوغ الواندي سيرجيري هذا على أساس أنه أنت تمسك الملف وتبدأ تدفع حصة زيادة ويكون عندك وقت خاصة في البداية يكون عندك صعوبة في اللغة فما حت تكون ملم بسرعة في أنك تقرى زي ما تقرى الآن يعني اللي هو الميديكال فايل باللغة الإنجليزية حتأخذ وقتك لكن مع الوقت حتبدأ يعني تتأقلم وزي ما قلت لك اللغة اللغة تراكمية كثر ما قريت كثر ما سمعت كثر ما حتتعلم حترسخ في مخك فحتبدأ شوي شوي تتأقلم على السيستم طبعا إضافة إلى أن السيستم الفرنسي يختلف عن السيستم اللي عندنا اللي هو طريقة التشخيص ولا قراءة اللي هو التحاليل هذه شوية فيها اختلاف تحتاج في البداية تتعرف عليها ما هي صعبة بس تحتاج تتعرف عليها عشان أن تنطلق فكان فكنا في البداية حنا الصباح مثلا يكون طول الوقت ثم يقسمون لنا مثلا نحضر عيادات اللي outpatient طبعا كانت بعض الأيام عندنا مناوبات إنه ممكن في بعض مثلا المستشفيات في المدن يخلوك مثلا تغطي واحدة من الروتيشن تغطي بالنسبة للشباب عندنا اللي كانوا في السيرجيكا اللي كانوا نفس الشيء مثلا عندهم أيام عمليات وعندهم أيام اللي هو inpatient وأيام اللي هو العيادات فهي تختلف على كل تخصص لكن الميزة الآن أنه صاروا يعتمدون عليك في الشغل يعني الآن resident السعودي يأخذ شغل نفسه نفس الفرنسي فبالتالي أنت رح تلاحظ أنه أول ما تبدأ أنت شوي يعني تندمج في النظام رح يعطونك مرضى زي هنا resident تكون أنت عندك مرضى فوقك يكون فيه اللي يسمون shift clinic اللي هو ما يعادل اللي هو specialist وفوق البروفيسور اللي يعمل الراب حيعطوك الثقة إذا أثبتها ورح تأخذ المرضى ورح تعالجهم فأول مثلا في السنين زي ما وقيت لك اللي قبل اتفاقية كانوا لا أو زي ما هو يجي فقط يعني يناظر مثلا أو يحضر لكن ما يمسك ما يكتب ما يعمل ما يشتغل في يده لكن الآن لا أنت مطلوب منك أنت تشتغل عشان كده هذا الآن صار واحدة من اللي يميز البورد الفرنسي أنه أنت ينفل hands on فتلاحظ أنه في كثير من الشباب ما شاء الله في البورد الفرنسي متتميزين أنهم أخذوا شغل من أول يوم أو من السنة الأولى وهذا شيء كويس فبالتالي رح تأخذ شغلك في اليوم إذا كان عندك مناوبات في نفس اليوم أو مناوبات مثلا في الويكند في باريس كان عندنا روتيشن كل 6 مونت كنا نغير المستشفى كانت كويسة لكن بنفس الوقت تحتاج منك تأقلم سريع لأنه أنت على ما تدخل المستشفى وكل بروفوسور لح طريقتها في إدارة القسم فلما تتأقلم تروح لمستشفى ثاني بروفوسور ثاني يحتاج أنك تتأقلم هذه صراحة المتعبة لكنها جميلة يعني ومرجعت السعودية تعلمت كيف التأقلم السريع مع يعني المستشفيات ورح مثلا عملت في أي قسم تتأقلم بسرعة تكون تركز على الأشياء اللي تبغاها الكور أو السلد حق للقسم فصراحة كانت جميلة يعني أنا أنصح يعني كل واحد إذا يبغى يتعلم صح أنه يبتعث بس يبتعث كالدول اللي تكون يعني سمعته رزينت كويسة سواء فرنسا أو الدول الأوروبية أو أمريكا وكندا رح تتعلم غير المعلومات الـ how to approach diagnosis which is good يعني المعلومات الآن موجودة في ظل التطور العلمي كلها موجود في الإنترنت لكن هذا مربط الفرس وشوي شوي حسن أنك كده مدمجت مع المجتمع الفرنسي حسن مع الموجودين اللي في المستشفى وزيها زي أي دولة يعني في المستشفى رح تلاقي الناس الكويسين الطيبين رح تلاقي الناس اللي والله فيهم شوية عنصرية يعني هذه موجودة في كل بلد الواحد يحاول يتأقلم يعني بالشيء الموجود عنده لكن أنا أرجع وأقول واحد لازم إذا راح يحط في باله أدف معين يعني أنا رايح أخذ الشهادة حسوي كل حاجة بسبيل أني أخذ الشهادة وتعلم وأرجع في البلد والله يكتب لنا ولكم التوفيق ويسر أموركم أجمعين يا رب حقيقة دكتور شاكرين لك مشاركتك معانا اليوم مقابلة كانت شرية ومليئة بالمعلومات ونتمنى أن المستمعين استفادوا من المعلومات اللي ذكرتها لنا اليوم الله يعطيك العافية عموما أنا أحسابي في تويتر وإنستجرام موجود لو أحد يحتاج أي معلومات بالعكس يشرفني وأتمنى أني أكون مفيدة لجميع أخوانا وحبايا من الطلبة بإذن الله حساب الدكتور حيكون مكتوب تحت أسفل الفيديو كان معاكم بشار شيخ من مجموعة طلبة الطب بالمملكة العربية السعودية في أمان الله جميعا وشكرا الدكتور مشاهد